بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشر في الخلق سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين التاريخ ثمانية أربعة الفين وعشرين مادة الثقافة المالية لطلاب الصف العاشر الدرس الثالث الممارسات المالية غير المسؤولة مثلها الشيكات والكنبيالات والكفالات خلينا نتعرف على مفهوم الشيكات وما هي أهم النصائح والإرشادات للتخفيف من الممارسات المالية غير المسؤولة واحد خلينا نتعرف على مفهوم الشيك هو عبارة عن سك مكتوب وفق شروط تحددها القانون وهو يتضمن أمر يطلب فيه شخص يسمى الساحب من شخص آخر يسمى المسحوب عليه يعني الساحب صاحب الشيك تمام والمسحوب عليه الشخص اللي بصدر إله الشيك تمام أن يدفع له أو أن يدفع بمختضاه مبلغا معيلا من النقود إلى صاحب الشيك تمام يحتوي الشيك على مجموعة من البيانات هي اسم الساحب صاحب الحساب البنكي ورقم حسابه وهناك مجموعة من الخنات التي تكون فارغة مثل تاريخ الشيك واسم المستفيد ومبلغ الشيك بالأرقام والكلمات طبعا وتوقيع صاحب العلاقة اللي هو الساحب والرقم التسلسلي لهذا الشيك تمام هناك مجموعة من الممارسات غير المسؤولة عند التعامل مع الشيكات واحد انعدام الرصيد طبعا عدم وجود رصيد كافي ثلاثة عدم قابلية الشيك للسحب ويقصد بها وجود حساب ورصيد كافي في الحساب البنكي ولكن الرصيد غير قابل لسحب بسبب انه محجوز عليه لأسباب قانونية النقطة الرابعة سحب الرصيد كله ما بصير انه مثلا يكون قدر الشيك او مقدار الشيك للرصيد كاملا لا يستطيع الانسان سحبه او لا يستطيع صاحب الشيك سحبه ايضا الامر بعدم الدفع هو اعطاء البنك امر بالغاء هذا الشيك هناك مجموعة من النصائح يجب تجنب لتجنب الممارسات المالية غير المسؤولة اول نصيحة توافر المبلغ المطلوب وقت اصدار الشيك احلال الشيك محل النقود ووجوب ان يكون الرصيد المتوافر في الحساب البنكي للساحب مستحق في وقت محدد والنقطة الرابعة عدم التلاعب بالمعلومات المدونة في الشيك اي تغيير او اي شخط في الشيك يعتبر الشيك لاغيا والله يعطيكو الصحة والقوة موسيقى